سلام أخيراً أحياناً لك ونسادي المشاهدين الكل يعلم مدى أهمية العشائر في منطقة شمال شرق سوريا على كافة الأصعدي وأخصصنا على الصعيد العسكري والسياسي والإدارة حيث أن الألاف من أبناء العشائر منخلطون في القوة العسكري أو القوة الأمني لمكافحة الإرهاب كذلك الألاف من الموظفين الإدارة الذاتية هم من يحملون على عاتقهم العمل الإدارة الذي يسعى إلى تحسين حياة المواطنين كذلك في الشق السياسي والمضالي السياسي للمنطقة كذلك أبناء العشائر مشاركون مشاركي طيبي في تشكيل الوجه السياسي لأقليم شمال شرق سوريا على هذا الأساس عندما تلتقي كل هذه الأطياف أو كل هذه القطاعات المهمة والحيوية في منطقة شمال شرق سوريا بهذه الشفافية وبهذا الانفتاح على كل المواضيع هي ممارسة ديمقراطية حكومية جديدة وفريدة من نوعها على الجغرافية السورية حيث يلتقي الجميع لكي يطرح جو شفاف وبدون أي ضغوطات وبدون أي معارضات لأي قضية تطرح لكي تطرح كل القضايا التي تشكل معيارا للحياة الكريمة في شمال شرق سوريا كما قلنا هذه المؤسسات الثلاثة الأهم العسكري والإداري والسياسي تلتقي لتشكل الواجهة أو لترسم الخطوط العريضة لسياسة هذه المنطقة نعم بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية سيد حبيب كيف ترى أهمية العشائر والتعامل مع وجهاء العشائر أقصد على السعيد العسكري خصوصا؟ يعني التعاون ما بين قسد وما بين وجهاء العشائر لضبط أمان المنطقة كيف يتم وأهمية ذلك؟ نتحدث على ثلاث مستويات مهمية المستوى الأول وهو محاربة تنظيم داعش وبهذا الصدق نوجه التحي والشكر لوجهاء وشيوخ العشائر الذين كانوا كتفا بكتف مع القيادات العسكري والقوات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة هذه المنطقة وأبنائها من ظل التنظيم إن كان في الحرب المباشرة مع التنظيم حتى 2019 وإن كان فيما بعد في ملاحقة خلايا وفلول التنظيم وهناك دور بارز لوجهاء وشيوخ العشائر في القضاء وفي الاستمرار بملاحقة هؤلاء في المستوى الثاني وهو الضبط الأمني الأبناء العشائر ووجهاء العشائر هناك لهم دور بارز في الأمن العام في المدن والقرى والبلدات في منطقة شمال شرق سوريا كذلك هناك جانب آخر كثيرا ما نسمعه بالإعلام أو نراه ونشاهده ونعيشه بشكل حقيقي الخلافات والإشكالات وقد تحدث هناك مشاجرات أو تصفيات أو جرائم ثأر أو إلى آخره الحقيقة القوات العسكري والأمنية تضع وجهاء وشيوخ العشائر في مقدمة الآلية لحل مثل هكذا القضاء لأنهم الوحيدون الذين يستطيعون النفاذ إلى تلك المجتمعات وفرض القوانين أو العادات العشائري على المجتمعات هنا وبالتالي نخفف فاتورة الدم كثيرا إذن للعشائر دور هام جدا في الناحي العسكري والأمني يمستمر حتى الآن ونستطيع الاعتماد عليه كثيرا سؤال الأخير أهم التوصيات التي جاءت في هذا الملتقى حياة الملفات الخدمية والإدارية وأيضا مخيم الهول الحقيقة هناك التوصيات العشرة وقد ذكرتموها في تقريركم ولن نعيدها ولكن سأتحدث هنا بالجانب العسكري في الجانب العسكري تحدث رفيق الجنرار المظلوم عبدي على أهمية الاعتراف بمؤسسات الإدارة الذاتية وعلى رأسها قوات سورة الديمقراطية والقوات الأمني وهذا الأمر ليس منة من أحد وإنما هو حقيقة وأمر مستحق لهذه القوات التي قدمت ألف شهداء وألف الجرحى للوصول إلى هذه المنطقة الآمنة والمتخلصة من تنظيم داعش الإرهابي هذا الاعتراف يجب أن يكون محليا على مستوى الصعيد الوطني ويجب أن يكون أمميا لنقول أو حتى على مستوى الجامعة العربي كذلك هناك وعود جادي في بحث عملية إفراق بعض المخيمات أو قبول وساطات وجهاء العشائر في إخراج عوائل عناصر تنظيم الداعش من السجون أو من المخيمات التي يقطنون بها برعاية عشائري وهذا الأمر هو آلي مستمرة ومتابعة ولكن هناك وعد من الجران المظلوم عبدي بأن هذه الألية تفعل بشكل أكبر والأخيرا أتحدثنا بجانب العسكري وهو أصرارنا في قوى سورة الديمقراطية على الدفاع عن هذه المنطقة وتحدثت جنرال عن سطورة العدوان التركي وإرهاب الدولي التي تمارسه على مناطقنا والذي يقف عائقا في حل الملف السوري بشكل عام وفي ملف شمال شرق سوريا بشكل خاص وبالتالي مستمرون نحن كقوى سوريا الديمقراطية وقوى أمني وللدفاع عن هذه المنطقة بكل ما أوتينا منكم جزيل الشكر لكل هذه المعلومات وهذه الإحاطة من شمال وشرق سوريا محمود حبيبا ناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر